منذ اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر عام 2018 مروراً بالإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل عام 2019 وحتى الإقلاع بعملية الانتقال السياسي بين العسكريين والمدنيين في أغسطس من نفس العام لا تزال الرحلة السياسية تحاول الهبوط بسلاماً للوصول إلى الحكم الديمقراطي في السودان فبحسب تقرير لمعهد واشنطن للدراسات ثم تتحديات قد تبدو عصية تقف أمام الفريق الانتقالية ومنها ضرورة ملء خزائن الدولة الخاوية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق والعبء الاقتصادي الكبير الذي أثقل كاهل المواطن بالإضافة إلى الموارد المبددة دون حسيب أو رقيب ويرى التقرير أيضاً أن اختلاف وجهات النظري بين أطراف المكون السياسي في السودان حول إدارة القضايا الاقتصادية الرئيسية وأولويات الإصلاح الاقتصادي القابلة له على الأداء المالي للحكومة الانتقالية وجعله رهينة اختلاف الآراء ولم يغفل التقرير الأمريكي تأثير العقوبات الدولية على السودان ومحاولات الحكومة الانتقالية المضنية لفك قيودها الخانقة على الاقتصاد ومساعيها لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب وبالطبع ملف السلام في مناطق النزاع وبين الحركات المسلحة هو تحدي كبير آخر تواجهه الانتقالية مي المهندس الحدث